مع نهاية الأسبوع اللي احنا بنبدأه مع حضراتكم يظهر الأهلي بشكله الجديد قيادة فنية جديدة مارسال كولر السويسري وايضا كمان الحقيقة العيبة يمكن بعد أول مرة من فترة طويلة جدا بياخدوا فترة راحة سلبية موسم إعداد صفقات جديدة يظهر النادي الأهلي ان شاء الله نهاية الأسبوع ده في بداية المباراة الوداية في مواجهة بيترو جيت بشكله الجديد وان شاء الله يكون موسم موفق للنادي الأهلي نتكلم أكتر على المنتظر وخدوا بالكم أنه فترة الإعداد أو المطشاط الودية لألعاب الأهلي فترة الإعداد بيباليها أهداف شوية مختلفة عن الأهداف اللي مستنيها الجماهير وخليني يتكلم عن الفترة دي تحديدا والجهاز الفني الجديد والصفقات الجديدة مع واحد من النجوم النادي الأهلي كابتن سعيد عبدالعزيز اللي بشرفنا النهاردة في السادسة بسأخير كابتن سعيد سأل نور الساحمد السعيد طبعا موجود مع حضرتك نور الدنيا ومشرفنا في السادسة وما تأخرناش عليك هو لاتيني 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 برازيلي أنا وأنت الأنشيلي المسؤولية لا الحمد لله على فكرة الصفقات كويسة وإن شاء الله يبقوا وضافة جديدة إن شاء الله أتكلم معك عن الصفقات واحدة واحدة وتقول لي كمان أيه المنتظر لأنه جميل الأهلي يعني منتظرة مزيد من الصفقات كنت أتكلم في بداية الحلقة عن التوقيت وعن ظروف الموسم وعلى بطولة كاس العالم والتوقف والمطشوات وأفريقيا والدوري هتكلم معاك عن ده بس خليني أبدأ بمارسال كولر وإنت حتى وإنت بتلعب في النادي الأهلي وإنت عم في فريق عموما يعني لديه جهاز فني جديد أعتقد أنه الإدارة بتبقى بصّله بشكل والجماهير بتبقى بصّله بشكل واللعابين بيبقوا بصّله بشكل مختلف تماماً انطباعاتك عن مارسال كولر برأيك في السيفي بتاعه وإنت على المستوى الشخصي مستنى إيه من جهاز فن جديد بقائدات مارسال كولر في الموسم اللي جاي أولاً الحمد لله يعني في البداية طبعاً البطل السنة اللي فاته طبعاً هو جمهور النادي الأهلي طبعاً بنشكره طبعاً لحد آخر مباراة رغم الظروف اللي كانت مر بيها النادي الأهلي بعد رحيل وراحت بعض اللاعبين وكان قراره طبعاً صحيح طبعاً مليون في المية بدأت اللعبة اللي لم تكن تشارك بشكل رسمي بعض الناشئين اللي شاركت في المطشاط الجمهور لحد آخر مباراة أستاذ أحمد موجودين وورا الفرقة كأن الأهلي صحيح بيلعب بالغاية آخر نفس عالبط هذا العادي وده الطبيع وده المنتظر من جمهور الأهلي يا كابتن سعيد والله فيه أوقات فرق بتزعل يعني طبعاً أنت ierenفت تقل معظمة كانت فيه استقرار فمسيماني استفاد بالبطولات لكن اللي عانى جمهور نادي الأهلي ورغم كده هو الوحيد اللي كمل مع الفرقة لحد آخر مباراة فطبعاً هو البطل الحقيقي الموسم الماضي الألاوي بجد عمره لا يزعل من نادي الأهلي ولا من فرقة نادي الأهلي ولا من نجوم نادي الأهلي ولا من إدارة النادي الأهلي ممكن أن يزعل على لكن لا يزعل من فيه فرق كبير جداً بيزعل على ضياع البطولة وللأسف يعني حتى احتفالاتنا احنا في النادي الأهلي بتختلف عن احتفالات الفرق الأخرى فده اللي ممكن يعمل حتة الزعل شوية لكن انا شايف هو البطل الحقيقي هو الجمهور النادي الأهلي نخش على الجهاز يعني انتباعات أولية كده شفت ازاي مارسيل كولر ما ظهرش كتير لكن اتكلم طبعا في المؤتمر الصحفي اللي النادي الأهلي قدمه فيه جاوب على بعض الأسئلة اللي كانت يعني بتسألها رأيتك للسيفي بتاعه مشواره في ألمانيا مشواره في سويسرا هو درب كولن ودرب بخوم في ألمانيا مشواره مع منتخب النمسا يعني المقدمة تشوفها ازاي قبل بداية الموسم او تقرأ السيفي بتاع مارسيل كولر ازاي قبل بداية الموسم اولا هو يعني بين علينا هو مدري فاني زاكي رجل عنده 61 سنة يعني حاجة كويسة متوسطة كده مش كبير والصغير يعني بدايته التدريبية كانت السنة التسعة وتسعين مع اف سي سانتي جالين اخذ بطولة الدوري اخذ بطولة اخذ كاس سويسرا مع بازل بازل ده فريق صلاح الاديل اول خطوة احتراف لصلاح بره بره مصر تمام دي كان بداية محمد صلاح تمام مسك فريقتين في المانيا نادي كولين الالماني ونادي بخوم الالماني مسك منتخب النمسا فترة تقريبا من 2011 ل2017 خمس سنين وده اللي حضراتكم اللي بنتكلم في الاستقرار الاستقرار سيجب نتيجة بعد كده وصل معهم ليورو 2016 منتخب النمسا في الوقت ده تقريبا كان المركز العاشر من سبعين فريق طبعا على ترتيب الفيفا فانا شايف ان المدير الفني محترم جدا كمان الامور هو محظوظ يعني احقاقا الحق يعني عايزة الكلام ارجع شوية سينة صغيرة على ميستر ريكاردو هو مش محظوظ ومش مدير فني مش كويس لكن هو مش محظوظ لان هو جف وقت اللعيبة كلها خلاص لعيبت النادي الأهل الأساسية قعدت لعب بالنشئين ورغم كده فاز على فرق كبيرة جدا بسكور واكتشف مجموعة نشئين كويسين فانا شايف ان الراجل ده محظوظ ان الفرقة راجعة الحمد لله بشكل كويس فيقين دلوقتي الحمد لله بيقدوا بشكل خلاص ما عادش فيه اجهاد خلاص دلوقتي ضمنا بعض الصفقات اللي اكترحناها حضرتك اكترحناها الحلقة اللي فاتت وان شاء الله يبقوا دفعات كويسة بإذن الله إن الله اللي محتاجة الصفقات الجمهور بيسأل يعني اللي محتاجة صفقات تانية لا انا شايف السكواادي اللي موجود في النادي الأهلي احنا مش محتاجين لو هتعمل صفقات تعملها دلوقتي وتستنى مركاته الشيطوي. لا الشيطوي تستنى مركاته الشيطوي. طبعاً. ما أنا أقول لحضرك. الاسكواد اللي موجود دلوقتي في ناد الأهلي مش موجود في الأندية المصرية. لدينا دلوقتي أكتر من. هو الاسكواد اللي موجود قبل حتى قبل الصفقات الجديدة. يعني انت اسكواد اللي عندك. بس دول هيعملوا أضافها تانية. أكيد. أنا سألك عليهم واحد واحد. بس يبدو كمان إنه تركيز الأهلي دايماً على فكرة اللاعبين أصحاب الحلول. يعني أنت بتتكلم على برونو سافيو. بتتكلم على شدي حسين. بتتكلم على مصطفى ميسي. التلاتة قدام. التلاتة. ده الخط اللي الأهلي شاف إنه أعودار تأهلي شافت إنه محتاج أكتر نوع من التدعيم. وبتهالي إن المنافسة في خط هجوم نادي الأهلي المسلم اللي جاي. هتبقى ضرب نار. صحيح كل المراكز فيها واحد واثنين وتلاتة. بس قدام الدنيا بقت الحقيقة يعني واحد. الأول نأخذ صفقة صفقة. نبدأ ببرازيلي برونو سافيو. شفت الصفقة إزاي. وشاف إيه الإضافة اللي ممكن يقدمها. والمراكز اللي ممكن. يعني يكون واحد من الحلول فيها في الموسم اللي جاي. هو أولا الحمدلله إحنا يعني. لو هنبدأ بقى من خط الظهر إحنا عندنا الحمدلله. شبه مكتمل طبعا الحمدلله عبد المنعم ياسر. أيمن أشرف عندنا معلول. عندنا أشرف. عندنا هاني أتمنى أن هو إن شاء الله يرجع بالمستوى لأنه هو أجهة زيادة عن نزوم. ولازم الناس تفتكر أن هاني في وقت من الأوقات كان رقم واحد في مصر. فإن شاء الله الناس يقف جنبه لأن الراجل ده بيين عليه من تمارينه. وأنه هو بيجمع اللعيبة. بيشتغل على الحتة النفسية بشكل كويس. أنا أقرأ وأتابع على مشوار مارسيل كولر. كانت واحدة من الحاجات اللي لفت نظري جدا أنه بيشتغل فردي كويس. يعني بيشتغل مع اللعيبة بشكل فردي ولعيبة كتير. خد بالك فيه مدربين كتير جدا تأخذ التيم. يعني مستر مسلمي كان يشتغل بالطريقة دي. ودي مدارس. ده مش عيب في ده أو عيب في ده أو ميزة في ده أو ميزة في ده. فيه مدارس فيه ناس بيشتغل على تيم وورك. على الفريق ككتلة واحدة أو كتطوير مستوى الفريق. وفيه مدربين بيشتغلوا على التفاصيل مع كل لعيب على حدة. وبالتالي عنده قدرة أن يتطور المستوى الفردي لكل لعب لوحده. أنا مبسوط بكلامك. إحنا معلش يعني أنا أتكلم في حاجة وحضرتك نكملها. إحنا معظم المدربين المصريين اللي هنا. بنبدأ فترة الإعداد. المفروض فترة الإعداد دي أستاذ أحمد فيها إعداد بدني. إعداد مهاري إعداد فني. إحنا هنا في مصر بنترك الإعداد المهاري. الإعداد المهاري ده اللي هو إيه؟ اللي هو إزاي يخل اللعيب يكتسب ثقاف نفسه. يبقى عنده ثبات مفعالي. اللي هي كنترول. إزاي تاخد كورة بوش رجلك ببطل رجلك. كل الحاجات دي إحنا بنفتقدها. أنا شايف أن الراجل ده بيبدأ مع اللعيبة. حتى مستر كروش بعد ما مشي. قال اللعيب المصري بيفتقد للثبات المفعالي. وبيفتقد للعملية البلدن جاء أب من تحت. اللي هو إزاي تبواصي من تحت. ده حتى إحنا بنشوف لعيبة كثيرة في الدوري عندنا. يجي يامل الكورة بوش رجل تعدي. السلام الكورة بطل رجلو. الحاجات دي مهمة جدا. اللي هي بنعلمها للنشئين. أنا كجمهور أو كمشاهد ومتابع كابتن سعيد. يعني. مش هتبقى بالنزل. يعني. مش هتبقى بالنزل. يعني. أنه العيب وصل المنتخب مصر. ولسه عنده الأساسيات بتاعت التسليم والتسلم. وكيف يستقبل. وكيف يعمل. وكيف يعمل. مش عارف ايه. محتاج يشتغل عليه. ده الطبيعي. طبيعا أنا وصلت للعيب درجة أولى. ومنتخب مصر. أنا وصلت على حاجة. مفروض صح. لكن للأسف. نفتقد والله الحاجة دي. الجزء المهاري ده. معظم المداربين المصريين. بالشغل. ده بجد. ده بجد. ده إيه شغال بدني كويس قوي. بعد كده خش على شغل الخط. الخطط بتاعه. يعني. آخر أسبوعين ثلاثة. تبدأ تحافظ طغير طريقة اللعب. جمل. جمل. لكن. نحن النادي الأهلي السنة. بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن عندنا مرونة. يعني. تقدر تعمل مرونة كتير. عندنا سافيو. حاجة جميلة جدا. بلعب ناحية الشمال. بلعب ناحية اليمين. ممكن. هو بيرستاوي. يبقى موجودين ناحية الشمال. عندنا. ومن الواضح. الميستر كولر. عايز يوظفه. يعني. بالشكل اللي بيظهر في تمارينات الأهلي. إنه الراجل عايز يوظفه مركز عشر. تمام. صانع على العيب. وعملها برضو. يعني. يعني. دي المرونة بقى. ما هي دي المرونة. دي المرونة. احنا عندنا على فكرة. ما شاء الله. حسام حسن. ظهر بشكل إجامل جدا في آخر السنة. عندنا. لسه أشوف عنده أجمل من كده. مش عايف تختلف. ولا تتفق معه. لأ عنده مع اللعيب. بص. تيم الناد الأهلي. رجع بكوة. وأنا بقول لحضرتك. إن شاء الله. أنا متفائل. الفريق رجع. مستريح. الرجل بيعمل اللعيبة كلهم سواسية. بيدوم اللعيبة كلهم سواسية. فرصة اللعيبة برضو. يعني. أي لعب. كان فيه انطباعات عنده. عند جهاز فني معين. أو فكرة معينة. أو رأي معين. لما يمشي الجهاز الفني. بتبقى فرصة. وميزة أن الرجل جاء. في بداية فترة إعداد. ما جاءش في نص موسم. يعني. ما فيش أي نوع من أنواع الضغوط. اللي موجودة عند اللعيبة. عشان كل واحد يبين إمكانياته. ويظهر قدام الرجل. والراجل في النهاية. هيقيم بشكل موضوع. ما فيش عنده حاجات انطباعات مبدئية. أو حاجات أفكار موجودة من قبل كده. فبالتالي هو بيشوف 30 لعيب بالنسبة له. لأول مرة. أكيد أكيد. لكن احنا ما كانش عندنا انطباعة مع مسلمين. احنا كان عندنا 17 و 18 لعيب. هما دول بالعجو. والباقي كانوا بره. فبالتالي الفرصة تفتحت لكل اللعيبة اللوتي. القاعدة زي ما بقول. وسعت. اللعيب المجتهد هو اللعيبة موجود. لأن كرة مكشوفة طبعا. والناس كلها بتشوف. لكن انا شايف ان نادي الأهلي السنة. بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بقى تيم وتكامل. رايحنا كويس قوي. اظن ان احنا اللعيبة دي. هتعوض الجمهور الفترة اللي فاتت. اتمنى ان شاء الله بإذن الله تعالى. يبقى فيه تجانس. فيه لما. لان احنا الاستقرار شيء مهم جدا. واحنا كنا بنكلم عن الحاجات دي. و يا رب تبقى موجودة. نوفر الاستقرار. هو عنده الاستقرار المادي. يبقى عنده الاستقرار الفني. بقى ان شاء الله التوفيق ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله. المحترف اللي جاي من بره. وبالذات اللي بيبقى جاي من دولة. يعني متقدمة كرويا. يبقاش عنده فكرة انه. او اكيد عنده. بس بمستوى قليل شوية فكرة. انه اثبت نفسي في الفريق. وثبت مكاني في الفريق. وقدم اوراق اعتمادي للجمهور. والجهاز الفني زي ما بيقول. يمكن البرازيلي برونو سافيو. مش هتوجهوا المشكلة دي. لكن شادي حسين. مصطفى ميسي. عارفين كويس قوي الاهلي. وعارفين جماهير النادي الاهلي. وعارفين مستوى المنافسة. والبطوات اللي بيدخل علي نادي الاهلي. وعارفين نجوم النادي الاهلي. اللي هم بقوم جزء من السكوات بتاعه. داخلين لنفسهم. يعني شادي حسين عنده محمد شريف. عنده حسام حسن. مصطفى فصعد ميسي عنده كتيبة. يعني ازاي اللعيبة دي تدخل. وانا كنت لسه بتكلم على انه. في الاحتراف ما بقاش في قوي فكرة. انه بياخد وقت عشان ينسجم. ووقت عشان يتأقلم. نهاردة بنشوف ايرلينج هولند. في الدولة الانجليزي. ما بتدي ضرب نار. يعني من اولها. أنا لسه مرضا يعشو. خصوص مع حتى كان. كنتم بقولين خصوص مع الارسنل. واخد افضل لعيب الشهر ده في الفريق. فبالتالي. ريباندوسكي مع البرسا. اللعيبة دي ما بتخدش وقت. او اين نصيحة اللي ممكن تعجيها. لشادي ومصطفى بامن. هم بيبتدوا موسم جديد مع الالي. هم عندهم معرفة بالاهلي. والجماهير وطبيعة البطولات اللي بيخدهم. اولا اي لعيب يروح النادي الاهلي. من اول يوم بتأقلم على جو النادي الاهلي. عارف ان انت مطلوب منك بطولة. فبالتالي الموضوع مش ياخد منه وقت. على فكرة يا شادي. انا عشان انا مسكت طبعا مجموعة القاهرة فترة كبيرة. شادي اتأخر وجوده في النادي الاهلي اكتر من سنة. انا متابع. يعني فيه لعيبة على فكرة في القسم الثاني. استحقوا الانضمام للنادي الاهلي. وشادي متأخر يعني. وقسم الثاني ده طول عمره. يعني قدم مواهب كتير جدا. بس معرفش ليه السنوات الاخيرة بقى بعيد شوية. انا عشان اشتغلت في ثلاث اقسام اللي هم البحري وقاهرة. يمكن القاهرة اكتر والسعيد السنة اللي فاتت. ففيه لعيبة فعلا تستحقها تبقى موجودة في النادي الاهلي. لكن مش متشافة بشكل كويس. مش متشافة. شادي منهم. لما تتغير طريقة المسابقة تفتكر. الدوق هيبقى متسلط اكتر على. اكيد. احنا عندنا الموسم ده اخر موسم يتعامل بالطريقة التي هي بثلاث مجموعات. كده هيبقى زي الدوري الممتاز. يبقى فيه دور محترفين. يبقى مزاع طبعا اكيد. كيف ان ميسي في الاتحاد قدى بشكل كويس قوي. وكان ملفت. لكن فعلا. لكن هو عنده عبدالعادر. عنده اللعيبة كويسة. شادي. واخد بالك شادي كمان. لا يلعب فرود بس. ممكن لعب طرف. حسيم هيقدي السندة كمان بشكل كويس. شريف. اتمنى طاهر يرجع للمستوى اللي انا شفناه في المقاولين. برست هياو. عندنا دلوقتي مرونا في اللعيبة. لكن مش هياخده وقت. وليس هيخليه أكثر ياخده وقت. هم عاملين بس. المدير الفني. ومعاملته لي. وقرب اللعيبة من بعض. انت مستنى ايه. انت عندك ثلاث مطشوات ودية قبل ما تذهب. لبداية موسم رسمي. ستبتدي بافريقيا. في بداية اكتوبر. المطلوب من. انت عارف جمهور الاهلي مستعجل. يعني. جمهور الاهلي عايزين يبتدهم المطش يوم الأربع اللي جاي. يشوفوا الفريق طوب فورم. يشوفوا النجوم كلها. يشوفوا مطش قوي. يشوفوا سكور. يشوفوا أداة. هل ده مطلوب من مرسيل كولر في الثلاث مطشوات اللي جايين. وماذا انت مستنيه. عايز شوفه من أداة الاهلي. في مواجهة بيترو جيت تحديدا يوم الأربع اللي جاي. بلا شكل. الشكل الفرق ايضا غير. يعني بلا شكل. لان اللعيبة جاي من راحة. ما انا قلت لك ان فيه واحد محظوظ واحد مش محظوظ. بيكاردو ما كانش محظوظ. ايه. موسم موسم. اجهاد. إصابات. ضغط. ضغط. بكل ناحية. بكل ناحية. لكن ده بيبدأ بهدوء. الفرقة رجع الحمد لله فيئة. بقى عندك الحتة اللي كانت بتعملنا المشاكل دلوقتي الحمد لله بقى فيها أكتر من حل. المطلوب من الجمهور. نصبر على المدير الفني. يعني نسيبه يشتغل نديله كل الأريحية. لان مجلس الإدارة طبعا بيتعب على ما بيوصل للمدير الفني. يقدر يتعامل مع العيبة بشكل كويس. مش مطلوب منه. انه هو. يعني احنا باللعب بتروجيت. بتروجيت بقى له تقريبا ثلاث شهور فترة إعداد. فأكيد هي بقى أجهز من نادي الأهلي. فوارد كل حاجة في الكورة. لكن الراجل ليه فكر. المفروض هو عايز يطبقه أو عايز ينفزه. فممكن ياخد منه وقت. فنحنا المطلوب من جمهور النادي الأهلي. ان نسند الراجل. لان الراجل لسه البطولات كتيرة. وانا عندي أقيم في الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله السنة دي. الأهلي يعني. هيظهر بشكل أفضل بكتير من سنوان كانت فات كم. لو الأهلي يعمل صفقات جديدة. واعتقد طبعا ميس المرسال كولر. هيبقى ليه سيف الموضوع ده. يعني أي لعيب هينضم سكواد بعد ما الراجل تولى مسؤولية أكيد هيشوفه. وهو كمان يمكن. طبيعا أنه أي مدير فني بيتولى مسؤولية فريق بحجم الأهلي. مطلوب منه ينفس على كل ألقاب اللي بيأخدها. ياخد شوية وقت لغاية لما يفهم الإمكانيات الفريق اللي معاه. يشوف إيه أوجه القصور أو إيه النواقص اللي ممكن يكون محتاجها عشان يدعم الفريق. مفترض ده يحصل في خلال فترة الإعداد ولا يحصل مع الجزء الأول من الموسم اللي هو الجزء القصير. الموسم متقسم نصين. نص غاية كاس العالم ونص الأطول بقى بعد بطولة كاس العالم غاية نهاية الموسم. لا أظن العدد الموجود عدد كويس موجود دلوقتي. موجود عندنا في كل مكان دلوقتي في كل بوزاشن اثنين أو ثلاثة العيبة دلوقتي. فنحن مش محتاجين. أنت شخصي النهاردة لو بقولك تختار أو شايف أنه الأهلي ممكن يعمل صفقتين ثلاثة. هل شايف أن الأهلي مش محتاجهم؟ مش محتاج حد أجنبي يعني أكيد ما داء عندك مكان. لا إحنا محتاجين. لو عندي أماكن لا محتاجين. طبعا محتاجين. طبعا. طبعا. وبالذات الأجنبي الخامس. عندك خمسة فوق السن أو خمسة فرستيم ثلاثة تحت السن أو بتهايلي الأهلي. يعني مع طبيعة المنافسة على كل ألقاء وطلات. أكيد محتاجين. لا محتاجين. محتاجين كمان يواريت يعني برضو نخش على نفس المنحج. اللاتيني. برونو سافيو. طريقا صح. هناك بعض الأسماء اللي مازالت مرشحة أو تحت إطار المفاوضات. تمام. هناك منهم أسماء من أصول أفريقية. هناك منهم أسماء من أمريكا اللاتينية. لكن حتى اللحظة الراجل طبعا. يعني دخل في ملف الصفقات. فأكيد طبعا لازم يكون له كلمة. شكل الدور البرازيلي والأرجنتي. يعني حاجة أنت بطالة كله كمبليت. فأنت طبيعي اللعيب اللي أنت جايبه ده. مش هيخاف. مش هيتخض. فبالتالي الموضوع بالنسبة له عادي. فعشان كده الإنسجام مش هيخده وقت طويل. فأنا أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى. كمان صفقة وصفقتين كمان. لأننا على المدى البعيد. خليني أسألك قبل أن نأخذ إجابات الناس. إحنا حطينا سؤال للناس النهاردة. بيقول إيه هي أهم التحديات. اللي بيوجهها فرينا دي الأهلي في الموسم الجديد. فأنا دايما بحب أبص على اللي فات. وأخذ منه خلاص التجربة عشان أتفادى ده. فحطينا السؤال ده للناس النهاردة. والحياة جمهور أهلي الواعي أو يتفاعل بشكل كبير جدا. دعني أسألك السؤال ده. إيه التحديات اللي هي واجهها مستر مارسيل كولر تحديدا. مع الأهلي في الموسم اللي جاي. برى الملعب أهجوه الملعب. لا هو برى الملعب. لا أظن أننا لدينا مشاكل برى الملعب. لأننا لدينا مجلس إدارة محترم جدا. طبعا. كابتن خطيب يحاول يوفر كل الإمكانيات. ولا أظن أننا لدينا مشاكل في حاجة إدارية خالص. الحمد لله. هو المشكلة كلها اللي سنواجهها. نعمل تيم قوي. نعمل توليفة كويسة. ننفس على كل البطولات اللي موجودة. يعني خليني أقولك أنه الموسم الأخير ده ونتائجه. مرتبطة مش بالموسم بس اللي فات. ممكن مرتبطة بموسمين تانين قبل. التحديات اللي وجهتنا فيها. كانت إخفاقات عنيفة جدا. أثرت بشكل كبير جدا. على نتائج الأهلي. مرتبطة بالتحكيم. كان عندنا نتيجة التلحم والمواسم. أنه في عدد كبير جدا من اللاعبين الأساسيين. اتصابوا لفترات طويلة. وبعدهم اتصاب مرة واثنين. نتيجة الضغوط. نتيجة الضغوط البدنية طبعا. كان عندنا حالة إجهاد عام. حتى اللعيبة التي لم تصابتش. في نهاية الموسم كنت تحس أنه. مش قادرة. مش قادرة. بزبط كده. في حالة إجهاد عام. كان عندنا مشاكل عنيفة جدا. في عدد المباريات والمنافسات والضغوط. الخاصة بتلاحم المباريات. أنت بتلعب وتسافر وترجع. تلعب في بطولة تانية وترجع وتسافر. فعدد المباريات التي تلعبتها. مع مطشوات دولية. وانت معظم عناصر الأهل اللعيبة الدولية. سواء أولمبي. سواء أول في مصر. أو المحترفين مع منتخباتهم. فكل دي كانت تحديات. ما الذي موجود منها وممكن يؤثر. وما الذي ليس يبقى موجود. أو عملنا حسابه الموسم اللي جاي. هو اللي عملنا حسابه في الأول. أننا دينا راحة إيجابية للعيبة اللي كانت بتشارك. فبالتالي الحمد لله. يعني عدينا حتة الإجهات بقى خلاص. فالعيبة دلوقتي راجعة. كأن انت لسه راجع واخد راحتك مليون في المية. راجع مستريحة. مصفر لعدان زي ما بيقول. مصفر لعدان. هذه رقم واحد. رقم اثنين. انت ضفت الحمد لله عناصر إضافية. كويسة وإيجابية. تد مرونة للناد الأهلي. غيرت المدير الفني. ما زلت بقول عليه. هو مش محظوظ. فالتغيير هذا طبعا إيجابي. لأن اللعبة كلها تبقى سواسية. لا يوجد حد دلوقتي. لا يوجد حاسمي. أنا كنت أساسي واحتياطي. لا بالعكس. نحن كنا شغلنا على 17 لعيب. دلوقتي القاعدة يتقوسع شوية. صحيح. اللعيب اللي هيكتهد طبعا هو اللي هيبقى موجود. أرجو بقى أننا حتة التحكم دي بس. أنا لا أرى الحكم يستدعي الفار. هذا الفار الذي يقول لك لا يلعب. الحكم شايف كأنه لعيب كورة. لدينا هنا الحكم الفار تعالى. واستدعي ويبص ويشوف. لا نحن لدينا منع أن الفار يستدعي. وأنه يروح يبص ويشوف. بس مني في النهاية أنه القرار يبقى صح. لي أو علي. بصرف النظر عن أنه يبقى لي أو علي. بس مهم أنه يبقى قرار صح. لكن مع وجود الفار، نرى أنه يستدعي الفاتك كثير قوي. الأحكم الذي كان يأخذ قرار في الثانية. يأخذ في القرار خمس وست دقائق. وفي النهاية، القرار لأسف الكابتن سعيد يطلع غلط. لكن دعوني أقول في نقطة التحكيم تحديدا. أنا راهاني على الفريق. أنا أرى الفريق الذي وقف على رجله. وهيتضغيله بول. أم لا تتحسب له ضرب الجزاء. سيجيب ثلاثة واربعة وخمسة. فالقصة كلها في حتة التحكيم. ونتفائل في بداية الموسم بوجود مارك لاتنبرج. أكيد الرجل ليس جاي من بلده يهزر. ويهم أنه ينجح. دعوني أستعرض معك جزء من إنجابات الناس على نفس السؤال. هي التحديات التي ستواجه مارسيل كولر في أول موسم له مع النادي الأهلي. ونسمع رأيك وتعليقك عليه. إننا نتخطى ماتس السوبر ببطولة. وهذا أول تحدي سيوجهه مارسيل كولر في نهاية شهر أكتوبر. مباراة السوبر ستجمع بين الأهلي والزمالك. وأكثر مباراة من سنيها جمهور الأهلي من دلوقتي. طبعا. بلا شك. خلينا نأخذ السوبر. سأخذ تعليقاتكم سريعا. وهارجع أسمع رأيك كابتن سعيد فيها. رأفة عادل بيقول أكيد الدوري المصري بالتدريب فيه لأول مرة. بس إحنا ثقاتنا كبيرة في المدرب. وإن شاء الله يحقق كل البطولات مع النادي الأهلي فوق الجميع. طيب تماما. الدوري المصري. الدوري المصري أهم أو أفريقي أهم؟ أنا متفائل بكلر. وإن شاء الله هيبت الأهلي هترجع على إيده بالتوفيق. تماما. عايزين البوستات أو التعليقات. انتقاد الجماهير لي أنه كان يتساقل السوشيال ميديا. لأن هناك مشجعين بتحبط أي حد بكثرة الكلام الزايد. وربنا يوفقه ويساعدنا. طيب ضغط الجماهيري. أنا بتهيلي لسه برضو هو ما فهمش طبيعة الشعب المصري. طيب أسامة عبد الكريم بيقول أنا شايف أن أكبر تحدي المدرب هو طريقة لعب الخصم. وده مسؤوليته الأساسية وهي كسر الدفاع الخصم. حيث أن أغلب الفرقة اللي هتواجه النادي الأهلي بتلعب بالطريقة الدفاعية. ومهاجم وحيد. طبعا فيه مبور أخرى زي التحكيم وزي الإعلام. والتحاد الكرة كل ده ملوش دعوة بيت يتابع موديل الكرة أو يتبع موديل الكرة ومجلس إدارة النادي الأهلي. طيب طيب. ماتش السوبر هو المباراة المنتظرة في بداية أو أول اختبار حقيقي لمارسيل كولر مع النادي الأهلي. رأيك فيها إيه؟ وأعتقد أنه عنده فترة كافية. نتكلم عن هات شهر أكتوبر يعني هيبقضة شهرين مع الفريق لعب أو خط بعض المباراة الرسمية. أهمهم طبعا في أفريقيا. فشايف المباراة دي ازاي؟ وتحضيره لها أو استعداده لها التعامل مع أهم مواجهة جمهرية على مستوى المحلي في المباراة السوبر مع الزمالك. طيب. بالنسبة للمباراة السوبر يعني أنا أتكلم عن مباراة السوبر. هي بدل شوية بس برضو الناس بتفكر فيها من دلوقتي. أكيد لأن عايز أقول لك أن الماتش ده هيفرق كتير مع جمهور النادي الأهلي نفسيا. لأنا مش هكلم عن اللعيبة مع جمهور أولا. لكن أنا شايف أن نادي الزمالك السنة دي هو طاقة أو خاد الدوري لكن مش هو الأفضل. مليون في المئة مش هو الأفضل. لكن أنا أقول مستر فيرر عمل حالة كويسة جدا مع اللعيبة. حتى المجموعة الناشئين اللي كانت بتلعب. موجود ست أو خمسة لعيبة كبار في السن والباقي كل صغار في السن يعني. لكن الحالة الأمور ماشية. لأن النادي الأهلي رايح لعبته. قد بالك أنت لو اللعيبة مش مجهدة احنا كنا ممكن نبقى موجودين فيه. الله مع الإصابات والإجهاد يا كابتن سعيد. إحنا لو خدنا حقنا تحكميا بس. ناخد البطولة بتاعتنا. يعني. مش عايزين نتكلم في اللفات بس كتير. يعني. الظروف يعني. الظروف السنة اللفات تكون لها جنت متلغبطة. لأن اللعيبة يعني أوفرلود غير طبيعي. طبعا. إحنا شفنا الأهلي بشكله الحقيقي وبقويته الحقيقي في بداية الموسب. تمام. في بداية الموسب بنفس الاسكوار ده. كنت يعني كنت مكتسح البطولة. هو ده. بشكل عنيف. حتى عمرنا ما شفنا سيد بيتنرفس كده. ولا سامي. لأن الأمور زادت عن حدها. يعني. من إمتى كان سيد بيعترض. إحنا بنقعد هاديين. وجهاز نادلة بيقعد هادي. لكن هذه السنة. اللعيبة رجع مرتاح بشكل كويس. الرجل سيأخذ فترة معايشة كبيرة جدا. سيبقى شارك في مطشات ودية ومطشات رسمية في أفريقيا. أظن مطشة زمالك. يعني. مش صعب علينا على فكرة والله. مش صعب خالص. وإن شاء الله تبقى أهدي للجمهور. هو بإذن الله بإذن الله من الصعب. إن شاء الله بإذن الله. يعني في ظل المقدمات. وإنك أنت أتليست تتعامل مع السيزن بشكل طبيعي. تأخذ رواحها بتعمل قياسات بدنية. زي ما شوفنا ندي الأهلي بيعملها. وكشف طبي كامل. وبصمة قدم. وحاجات لأول مرة بنسمع عنها في الكورة في مصر. مع سكواد الأهلي اللي إحنا كلنا ثقة. في أنهم كلهم نجوم مع التدعيمات. بالصفقات الجديدة. تقدر تراهن على الأهلي. وإنت متطمن. بس هي الفكرة أنه تست جماهيري. نتمنى أنه ينجح فيه. وعن الضغط الجماهيري. واحد من التحديات اللي الناس كلمت عليها الوقت. هكلمك واسمع رأيك بالتفصيل. بس تسمح لنا نروح لفاصل. ونرجع نكمل كلام. وإحنا على بداية موسم كده. خلينا نتكلم على بياض. والموضوع ده أنا كنت لسه أتكلم فيه. وأعمل فلاش باك كده. مع كابتن سعيد عبد العزيز. ضفنا النهاردة في سادسة على. مش المنهج الإعلامي. أو الخطاب الإعلامي. اللي دايما بيبقى متربس بالندي الأهلي. ده ما يهمنيش. وده مش عارف أغير منه كتير. ليه حسابات كتيرة جدا. ومصالح كتيرة جدا. وشبكة معقدة. من الصعب أنك أنت تخترقها. لكن يهمني أكتر حجم تأثيره. ومرضوده على جماهير النادي الأهلي. وده واحد من الضغوط اللي هيتعرض لها مارسل كولر. مش من بداية الموسم. ده من مطش بيترو جيت اللي جاي. يعني راجل ممكن يتعرض لانتقادات. بداية من ده موسماني. ونصا كنت بقول لي كابتن سعيد موسماني. عمل اللي ما عملوش حد في مصر. في تاريخ الكرة في مصر. مع النادي الأهلي. ومع ذلك لم يسلم من الانتقادات. ولم يسلم من وصول أثر. أو مرضود الانتقادات اللي موجهة لي دي. حتى الجماهير النادي الأهلي. أو لجزء. خلينا عشان يكون دقيق. لجزء من جماهير النادي الأهلي. طوال مشواره. وده اللي يمكن وصله في النهاية. ومبقاش قادر على التحمل هذا. الضغط الجماهيري والإعلامي. وده واحدة من الحاجات اللي قالت الناس. إنها بنتحديات اللي بتواجه كلها يا كابتن سعيد قبل الفاصل. الضغط الجماهيري والإعلامي. إزاي يتعامل معه. ومشايف. واللي يهمني في الجزئة دي. جمهور النادي الأهلي. إزاي ممكن يدعم الراجل في بداية مشواره. لغاية لما يوصل. لانه يبقى قاري. فاهم إمكانية النادي. ويقدر يقدم مردود كمدير فني. أولا. اللي يحب النادي الأهلي. وعمره ما يبقى عيب على النادي الأهلي. يعني جمهور النادي الأهلي. اللي احنا نعرفه من زمان. قبل بقى. ده الكلام ده لما الجمهور كان في المدرجة كابتن سعيد. الجمهور النهاردة عايش على السوشال ميديا. وقعد على الإنترنت. أكبر مشكلة دي. مع إنتدرواتي بقي فيه صفحات كتير جدا. فيها اللي يخص النادي الأهلي. وفيها اللي ممكن. اللي ينصى قراء جمهور النادي الأهلي. وللأسف. أنا كنت بكلمة حضرتك. في الفاصل عن الإعلام. أنا مش عايزة أقول فيه فيه. فيه أعلام يعني. الفترة فاتت إعلام موجه. مش عايزة أقول هذا. يعني. لكن. نرجو بقى فيه حيادية. يعني. الكلام بقى فيه حيادية. لما بدجي. لأن قدام ناس كتير جدا. بيتفرجوا. بيتأثروا. يعني أنا بتأثر. الحيادية ماتت من زمنها كابتن سعيد. يعني. أنا شايف. يعني. هل شفت موقف مثلا. لما مباراة رسمية. لأن هذه الزمالك فيه. بطولة أفريقيا. تتأجل عشان مباراة. ودها تتلعب. دعم من الإعلام. ودعم من الاتحاد الأفريقيا. أنا مش ضد. أنا ممكن أبقى معها. بس معي كمان. إنه ده. لما كان يحصل الأهلي في بطولة كالس العالم. يبقى فيه نفس الموقف. ويبقى فيه نفس التوجه. ده. إذا كنت بتتكلم على الحيادية يعني. لا. وده واحدة. وده مثال من أمثلة كثيرة يعني. الحيادية مش موجودة. لو نتكلم على السنة اللي فاتت. كلها النات الأهل تظلم فيها. منها الحيادية. وأن أنت تبقى موجه. يعني. عايز توصل معلومة معينة. عشان تهد حاجة معينة. يعني. يعني. هل ده يتغير. هل تتوقف أن ده يتغير. إحنا. ما يهمنا فرقتنا دلوقتي. نحن فرقتنا اللي نقدر نرد على الإعلام. ونقدر نخلي الناس كلها تتوجه تجاه صح. لكن أنا أقول لحضرتك. اللي بيحب النادي الأهلي فعلا. هيبقى موجود مع النادي الأهلي. إنت لو فتحت المدرج المطش الجاي الودي. هتلاقي الملعب كله مليان. لأن الناس بتحب النادي الأهلي. أكيد. ما فيه الشك. جمهور النادي الأهلي. عشان كده أنا بدأت الحلقة. قلت هو البطل الحقيقي السنة اللي فاتت هو الجمهور. وبرضو البطل السنة دي هو الجمهور. المطلوب من الجمهور. ما ننساقش ورا أي حد. ولا إعلام ولا أي حاجة. أنا بحب في رقيته. أشجح في رقيته. أسند المدير الفني موجود. أسنده الآخر يوم هو موجوتي. لأن النادي الأهلي كيان. مش أشخاص كيان. فالكيان ده هيبقى يعني لحد ما ربنا هيأزد. إن شاء الله. إن شاء الله. النجح موجود باللعبة اللي موجودة. الإنجاح موجود بجمهورنا اللي موجود ورانا يوجد المدير الفني الذي يوجد يوسفي هو كويس جدا. وإن شاء الله بإذن الله تعالى الناد الأهلي بإذن الله هيفرح جمهوره وإحنا يعني زي ما قوله رجالة الناد الأهلي والله اللي أنت بتقوله كابتن سعيد مهم جدا وخلينا أقول بينك وصين كمان اللي ينطبق على نسبة الجمهور الأهلي على مرسل كولر ينطبق كمان على اللاعبين خدوا بالكم اللاعبة في نوع من أنواع الضغط عليها مرتبط بالموسم اللي فات والنتاج اللي حقق الأهلي في الموسم اللي فات ده في حد ذاته مسبب يبقى على اللعيب وما عنديش شك أن كل واحد شاهل تيشرت الموسم اللي جاي عنده رغبة في تعويض نفسه وتعويض فرقته وتعويض جماهيره عن النتاج دي الموسم اللي جاي فده ضغط بالإضافة كمان لأنه إن شاء الله بما أن سكواد الأهلي جاي من فترة راحة وبياخد فترة إعداد وتحضير للموسم اللي جاي فالمنافسة كمان بين كل اللعيبة في كل مركز هتمثل نوع من أنواع الضغط فماعتقدش أن الأسماء كلها أو أي العيب في الأهلي يحتاج ضغوط زيادة من الجماهير نديهم فرصتهم خليهم يشتغلوا ويلعبوا بأريحية نتابع معاك جزء تاني من تعليقات الناس عماد كابو بيقول كلها لازم يكون فاهم أنه جماهي الأهلي مش هتقبل بخسارة البطولات تاني خاضر والله إحنا عارفين والرجل جاي وهو عارف بس دوله فرصة يشتغل يعني أي مدير فني هيجي لو جبت النهاردة مين شوف أنت أقول كده اسم أهم مدير فني ميوجة نظرة جبت ويشتغل في الأهلي عوالما يبتدي ينزل الملعب ويحفظ أسماء اللعيبة ويشوف إمكانياتها ويعرف أخطاءها ويشتغل عليها ويبتدي يطبق فكره من تمرين واثنين وثلاثة واربعة عشان يوصل الفكر ده لأ هياخد وقت قديه فقدوا الناس بس مساحة محمد السيد أولا انسجام التشكيل ثانيا الفرق اللي بتدفع قدام الأهلي ثالثا التحكيم رابعا إن شاء الله يكون التوفيق مع الأهل نورا الحكم أعتقد بتقول تجهيز جميع اللاعبين بدنيا ونفسيا بسبب وجود أكتر من بطولة بنشارك فيها وكمان مواجهة الإعلام الموجهة أعتقد هي أصدار كده وخصوصا المؤتمرات الصحفية بعد المتشاط تمام تعامل مع الإعلام يمكن كابتن سعيد اتكلم فيه دلوقتي الانسجام بين اللاعبين وبعضهم والانسجام بينه وبين اللاعبين ده ياخد وقت قديه مع مدير فني محترم محترم ومحترف ومحترف اشتغل أندية ولعب في دوليات كبيرة زي الدوري الألماني ومنتخبات واشتغل مع منتخب النمسا يعني ما ياخدش أكتر من شهرين وتبتدي بعد كده تبص على توليفة بقى يعني أنا أبتدي أبص على توليفته وكورة الأهلي تحت قيادته بعد شهرين من البصرة بعد شهرين نكمل تاني بقية التعليقات اظهر الشخصية القوية الجميع أعتقد أنه الألماني أو يعني هو رجل سويسري ألماني أنا بعتبره كترة اللاعبة في الجايدة في كل مركز دعماد أبو عقيل أو أبو عقيل أبو العباس المهدي القدرة على السيطرة على الفريق وخاصة دكة البودلاء تمام حسن رواب تقريبا أو رواب التحدي الأكبر هو عودة شخصية الأهلي ويخلص المبارات دون اعتبار لأي شيء آخر تمام الطريقة طيب ناخد آخر واحد كمان ناخد بيكاسو بيكاسو عنده تحديين أولاً كافية تفادي أخطاء التحكيم بتخليص المبارات بأكبر معدل تهديفي من أقل فرص ثانياً كافية أعطاء درس في التعامل مع ضغوط الإعلام المغرد بالتجاهل وعدم أعطاءهم أحساس بالتوجد في ذهن والله المؤفق طيب أعتقد جزئة الإعلام دي احنا خلصناها وقلت أنه بصرف النظر الإعلام بيعمل إيه هي يهمني أكتر إحنا كجمهور نستقبل ده إزاي ونترجمه إزاي في التعامل مع فرقتنا سواء على السوشال ميديا بقى أو في المدرجات أو إلى آخر أنا شايف أنه العلامة الكاملة الجمهور الأهل اللي حضر في المدرجات بالنافس مش بالنافس بنلعب على المكسب مش بنلعب على المكسب كسبانين خسرانين جمهور يعني يدرس قصة بقى قصة سوشال ميديا وتأثير طيب الطريقة وناس هنا بتتكلم على فكرة أنه الأهلي بيلعب مطشطه بيبقى فيه تكتلات الفرق الأصدق دايما بتيجي قدام الأهلي وتحس أنها بتلعب نهائي كاس العالم يتعامل مع هذا إزاي وإيه المطلوب منه في التعامل في الكرة في الملعب التسعين دي يا كابتن سعيد ده طبيعي أنت أي فريق بالنادي الأهلي طبعا أكيد لازم بيبقى محضر له وقبلها بأسبوع أو أسبوعين بيتفرج على الفرق كويس معظم الفرق اللي هتلعب بنادي الأهلي بتعامل لك مشكلة طبعا كبيرة حتى حتة التحضير نفسها بتبقى قليلة في نص ملعبك فأنت محتاج كسافة هجومية عشان كده نقول التجانس لازم بيبقى بسرعة بين اللعيبة لازم الراجل أكيد يعني أنا عرف نوع مكتهد ويتفرج على المطشاط كتيرة من السنة اللي فاتت لازم نعتمد على الحاكم وضرب الجزاء أنا لازم أجيب جول واثنين وثلاثة زي الناد الأهلي ما كان معودنا قبل كده أنا شايف كرة الراجل حبان في المطشاط الودية والمطشاط الأفريقية خليها كلبك على الطريقة شوية سكواد الأهلي يعني احنا الموسم اللي فات بدنا مع موسماني وكان في مرحلة مع كابتن سامي أمصان وبعد كده ريكاردو سوارش وعلى مدار الموسم ده لعبنا ب 3 أو 4 طرق سريدها ب 3 أو 4 3 لعبنا 4 3 لعبنا 4 2 3 1 رجعنا 3 4 3 2 صحيح صحيح هل شايف أنه واحدة من الطرق دول أنسب بتابع كده بدايات الشامبينز ليج كل الفرقة اللي بتلعب على البطولة تقريبا بقت بتلعب 4 5 1 أو 4 1 4 1 هل ممكن كولر في الفترة دي يغير ولا فكرة أنه تغير طريقة اللعب اللعبة متعودة عليها من البداية ممكن يبقى شيء صعب شوية لا أكيد هو ليه سيستم وفكر معين أكيد لازم هيطبقوا الفترة دي لأن انت عندك وقت لازم يبقى لها بصمة أكيد مش يعني مش هلعب نفس السيستم اللي بلعب به هو ليه طريقة معينة بلعب بها لازم هي يحافظ اللعبة وانت عندك وقت طويل جدا زي بحضر قلت أننا عندنا مرونة واللعيبة اللي موجودة تقدر تلعب بأكتر من طريقة سواء ثلاثة سواء أربعة ممكن بنلعب بأربعة قدام أربعة أربعة أثنين أربعة ثلاثة ثلاثة على فكرة هي كل الطرق واحدة يعني كل الطرق واحدة لكن القصة كلها التوظيف وإزاي تختارك الفرق لأن انت عندك عشرة لعيبة موجودين في لص ملعب فأنت عايز لعيبة عندنا جرأة عندنا سبات فعالي صح عندنا عزيمة أننا نكسب وده هيرجع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم أن الكل يتكتف متفاعلين إن شاء الله بإذن الله في انتظار ضربة البداية يوم الأربعة قدام بيتروجيت كنا سعداء بوجودك معنا شرفتنا ونقرتنا كبير سعيد وسعداء دايما نحب لقبلكم على شاشة الأهلي في السادسة كل التحية ونتقبل بكرة إن شاء الله على كل خير